يعد الأمن السيبراني واحدا من أهم برامج الدفاع الإلكتروني المتقدمة في حماية حسابات الأفراد والجماعات والدول من الهجمات الرقمية التي تستهدف الوصول إلى المعلومات الحساسة لتغييرها أو تدميرها وتعتبر مملكة البحرين واحدة من بين تلك الدول التي أعدت العدة لمواجهة الوسائل التي يستعين بها قراصنة الحاسوب السلبية من خلال تفعيل نظام الأمن السيبراني داخل مؤسساتها وحتى في عمليات المستخدمين لمختلف المواقع والحسابات الإلكترونية إن التواتر الحاصل في مراحل اتساع العالم الرقمي وتشعب رقعته وتشابك خطوطه فرصة سانحة لقراصنة الشبكة العنكبوتية من الفضوليين والمخربين لاستباحة خصوصيات الأفراد والجماعات والاستيلاء على معلوماتهم الخاصة والتوغل في عمليات تداولاتهم ومعاملاتهم المالية بصمت اختراق مدروس ومحسوب يعلم مواطن الضعف وبواطن الخلل في حماية المستخدمين لحساباتهم يخضون بلا رقيب ولا حسيب في مواقعهم عبر الاستعانة بأدوات البرمجة السوداء غير المحمودة ومجهولة النواية باستهداف الضحايا من خلال اقتحام أنظمة الأفراد والجماعات وحتى الدول التي وعت أهمية التصدي لمرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين يحترفون الدخول في جميع الأماكن الافتراضية لأهداف سلبية تكمن في مسح المعلومات والبعض الآخر استغلها تجاريا لأغراض التجسس أو سرقة الأموال البحرين تعتبر واحدة من بين تلك الدول التي أعدت العدة لمواجهة الوسائل التي يستعين بها قراصنة الحاسوب الذين يمتلكون قدرات خاصة وأساليب خارقة لغاية إتلاف وتهديم وإعطاب أنظمة أمن المعلومات وذلك عن طريق اتباع نهج الأمن السيبراني الناجح على طبقات متعددة من الحماية تنتشر عبر إجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات بإنشاء نظام دفاعي فعال في مواجهة الهجمات السيبرانية يسرع من وظائف عمليات الأمان الرئيسية كالاكتشاف والتحقيق والمعالجة فالمملكة تول اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني كأحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية بالمملكة قناعة منها بأن اقتصاد مملكة البحرين وازدهاره يعتمد اعتمادا كليا على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقد ظهر ذلك جليا في إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني يضم أفضل الخدمات الأمنية من خلال أنظمة الرصد والمراقبة التي تسهم في الرصد السريع للاختراقات السيبرانية والاستجابة لها حال وقوعها لتخفيف الضرر بفكري كوادر وطاقات عاملة مدربة على برنامج حماية الشبكات والذي كان له الدور الكبير في منحهم الخبر الكافية للتعامل مع أنظمة المراقبة والرصد وأنظمة التهديدات السيبرانية وأنظمة الحماية وأدوات التحليل بالإضافة إلى الاستجابة للحوادث السيبرانية البلغة ترجمة نانسي قنقر